السلام عليكم متابعي دراما سبورت رئيس اتحاد كرة القدم بسوريا الكابتن صلاح رمضان اتهم بعض اليوتيوبرية بان عم بيشتغلوا ضد الكرة السورية وضد سوريا بشكل عام من خلال تجنيس بعض اللاعبين المغتربين بالدول الاوروبية لصالح عدة منتخبات خليجية ودول خليجية مثل قطر السعودية والكويت ما حقيقة هذا التصريح ومين بيقصد بهذا التصريح رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل عام بهذا الفيديو قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى اذا عجبك الفيديو اتعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز مش انكون صريح معك يعني حول موضوع تجنيس اللاعبين الموجودين باوروبا لصالح دول خليجية وتعامل بعض اليوتيوبرية بهذا الموضوع فانا يعني اكيد ما بيقصدني الاستاذ صلاح رمضان اكيد ما بيقصدني لان صفحتي بيضة لدى الجميع كل الناس بتعرف من اساسا انا ما بيشتغل بهذا الشغل يعني لا من قريب ولا من بعيد لا من خلال التسويق لللاعبين ولا من خلال الحديث مع اللاعبين ولا من خلال التواصل مع اللاعبين ولا يعني اكيد يعني المتابع الجيد للقناة الاشخاص الموجودين المسؤولين بالرياضة السورية بيعرفوا باني انا من لما بدأت القناة بعيد كل البعد عن كل هالمهاترات واساسا يعني مو شغلتي ولا عندي الوقت الكافي لهذا الموضوع انطرح عدة مرات يعني علي شخصيا اني اتواصل مع بعض اللاعبين رفضت هذا الامر بالمطلق بالمطلق ليس لعدم رغبتي بمساعدة الاتحاد السوري لكرة القدم او لعدم الرغبة بانه نشوف لاعب مغترب موجود بالمنتخب السوري بل لاني ما بفوت بهيك مهاترات ولا بهيك مواضيع وكمان ما بفهم بهالمواضيع يعني هذا الامر كمان لازم تاخدوه بعين الاعتبار يعني التواصل مع اللاعبين الزهاب لرؤية لاعب بالملعب طريقة لاعب اللاعب هذا الامر بيحتاج لوقت كافي وهذا الوقت انا بكل صراحة ما عندي اياه حتى قبل الحرب ما كان موجود وحاليا مو موجود فبالتالي اكيد الاستاذ صلاح رمضان ممكن عم بيحكي عن شخص اخر هلا مين هذا الشخص مين هذا اليوتيوبر وبكل صراحة من خلال معرفتي بالناس اللي شغالة بموضوع اللاعبين المغتربين يعني اذا بدي احكي لك عن الكابتن او الاستاذ ميشيل سعد الاستاذ خالد حماد الناس اللي عم تشتغل بملفات المغتربين عم تتواصل مع اللاعبين هالناس اكتر ما يقال عنهم بين اشخاص محترفين جدا بالعمل بيتواصلوا وبيشتغلوا لصالح الكرة السورية فبالتالي انا بشوف يعني كشخص قريب من هالناس اللي عم بيشتغلوا بهذا الموضوع تحديدا بعيدين كل البعد عن اي اتهام من الاستاذ صلاح رمضان او من اي شخص او مسؤول بسوريا فبالتالي ما بظن يعني انه عم بيحكي عن هالاسماء لان عدم الحديث عن اسم هذا الشخص او هذا اللي عم بيتعامل تجنيس اللاعبين السوريين لدول الخليج بظن يعني كلام لا معنى له لا معنى له ولا بأي شكل من الاشكال ليش لان نحن بنعرف الاشخاص اللي عم بيحكوا عن اللاعبين المغتربين يعني متل ما حكينا الاستاذ ميشيل سعد الاستاذ خالد حماد ناس قدموا اصاصا لاعبين للكرة السورية وللمنتخب السوري وما عندن هالهالحركات اللي عم بيحكي عنها الاستاذ صلاح رمضان وبظن لو كان عند الاستاذ صلاح رمضان اسم معين كان رح يحكي باللقاء على قناة Game On فبالتالي موضوع اتهام شخصيات عم تشتغل بملف المغتربين بتجنيس هاللاعبين ويوتيوبرية فالامر بصراحة غير منطقي اطلاقا غير منطقي اطلاقا من خلال قرب من هالناس ما بظن انه عم بيشتغلوا بهاي الطريقة وحتى ولو في شخص بعيد عن هالاسماء في شخص اخر ممكن اللي ما بعرفه يعني ممكن ما بعرفه ولا تواصلت معه ولا تعاملت معه عم بيشتغل بهاي الطريقة وعم بيجنس بعض اللاعبين السوريين لصالح قطر او لصالح السعودية او لصالح الكويت حلال على الشاطر قسما بالله حلال على الشاطر يعني انت اللاعب اللي بعمره ال 15 او ال 16 او اللي بعمره ال 13 و 12 ما عم تجيبه لمعسكرات ما عم تستدعي للمنتخبات السورية ما عم تهتم بهذا اللاعب ما عم تتواصل مع هذا اللاعب عندك لاعبين عم تتم محاربتهم من اللاعب المغتربين وبالنهاية تتهم شخص غير معروف بان عم بيجنس لاعبين لقطر والسعودية طيب عم بيجنس اللاعبين لانك انت اساسا مو شغال مع هالناس ولا مهتم بهذا الموضوع اطلاقا ولا مهتم فبالتالي اذا شخص عمل هذا الشي فهو شغال بطريقة عادية جدا وبتصير بكل دول العالم لعب مو من اصل قطري ممكن يلعب مع منتخب قطر في بسام الراوي في المعز علي ما عم من اصول قطرية وعم بيلعبوا مع منتخب قطر وممكن تلاقي خلال السنوات القادمة لعيبة من اصول سورية عم بيلعبوا مع منتخب السعودية لعيبة من اصول سورية عم بيلعبوا مع منتخب الكويت او قطر فهذا الأمر أنا بشوفه أمر مباح جدا طالما أنت ما عم بتجيب لاعب من الدور السوري ما عم بتجيب لاعب بعمر الـ 25 وعم بتجنسه وانت عم بتجيب لاعب صغير بعمر الـ 12-13-14 لاعب صغير وعم بتجنسه وهذا الأمر أنا بشوفه منطقي جدا هلا حاليا أو ليس حاليا بعد 20 سنة رح تلاقي منتخب ألمانيا ممكن يكون مكون من 3 إلى 4 لعيبة من أصول سورية فهذا الأمر رح يكون عادي جدا أنك تشوف منتخب ألمانيا موجود فيه عدد من اللاعبين السوريين الأمر بسيط وسهل وما في من هاي الاتهامات اللي حكاها الإستاذ صلاح رمضان بالتقليل من شأن هذا الشخص اللي عم بيجنس لاعبين على العكس تماما ألا أنا ما بعرف الشخص ولا بعرف مين عم بيقصد بكل صراحة لكن أنا بشوف أنه هذا الشخص مو شغال بطريقة خاطئة أو ضد سوريا طالما هذا اللاعب أنت بتحتاجه أو فيه لعيبة أنت شايف من هلا اللاعب موهوب استدعي جيبوا للمنتخب الأول جيبوا لمعسكرات اشتغلوا بطريقة صحيحة حتشوف كل هالمواهب وكل هاللاعبين موجودين بمنتخب سوريا بس أنت لا عم تسأل ولا مهتم ولا أساسا عندك هذا الطموح أنك تعمل منتخب مكون من عدد من اللاعب المختربين واللاعب المحترفين حتى بالدوريات الخليجية وماشي لي بمشروع غير مفهوم فهون أنت أكيد التقصير منك وليس من الأشخاص اللي عم بيشتغلوا بهذه الطريقة وبالتالي فينا نحكي بين تصريح الأستاذ صلاح رمضان من دون أسماء هو عدة مرات حكى عن الكابتن عماد خانكان وعن عدة أشخاص رياضيين بأن عم بيصرحوا ضد الاتحاد السوري للكرة القدم من دون وثائق كمان الحديث اللي حكى الأستاذ صلاح رمضان من دون وثائق من دون أي شيء من دون أي فائدة فبالتالي حلال على الشاطر إذا قطر عم بتجنس لعيبة سوريين إذا السعودية عم بتجنس لعيبة سوريين فهذا الشي مننا نحنا نحنا اللي ما عم نهتم لا بتجنيس اللاعبين ولا بالاهتمام بهاللاعبين الموجودين بالدول الأوروبية أو بدول الخليج فالمشكلة يا جماعة ما بتحتاج أساسا للحديث لكن أنا بظن بأن أغلب اليوتيوبر يلي أنا بعرفهم الشغالين بموضوع التسويق أو الشغالين بموضوع التواصل مع اللاعبين المغتربين ما عندهم هيك حركات أو ما عندهم هيك أمور أساسا لأن الشي اللي عم بيأدموه للمنتخب السوري كبير جدا وكتير جدا وهون يا شباب في استفسار مانو بسيط والله استفسار وتعليق كبير من الأخ علي خليل عم بيسألني عن السبب اللي بيخلي رئيس اتحاد كرة القدم قبل ما يوصل لرئاسة الاتحاد بيحكي كلام جميل بيحكي كلام رائع بس بمجرد ما جلس على الكرسي خلاص انتهى بنسمع الحجاج بنسمع الأكازيب بنسمع أي أمر آخر غير الشي اللي حكى قبل الوصول إلى رئاسة اتحاد كرة القدم هذا الشي ما فيني يقول بن موروس موجود بسوريا لكن فيني يقول بن أي رئيس اتحاد جديد عم بيجي لرئاسة الاتحاد عم بيحاول يصدر لنا بأن هو عم بيشتغل على حل المشاكل بالاتحاد السابق يعني بيجي الاستاذ صلاح رمضان بيقول أنا وصلت لرئاسة الاتحاد في خمسة آلاف مليون مشكلة لازم حل هاي المشاكل بعدها اهتم بالرياضة السورية والكرة السورية بيجي الكابتن حاتم الغايب بيحكي عن الاتحاد السابق بتيجي اللجنة المؤقتة بتحكي عن الاتحاد السابق أي شخص بيتولى رئاسة الاتحاد بيحكي عن الاتحاد السابق فهذا الشي بيعني هو حابب أنه يعطيك إبرت مخدر بأن استناني سنتين ثلاثة زمان وبعدها رح فرجيك منتخب ممتاز هلا حاليا أنا متفضي للمشاكل بالاتحاد السابق أي إن احنا ما فيها عندنا الاستمرارية بتلاقي مثلا بالاتحاد الألماني على سبيل المثال الاتحاد تم تغييره بيكملوا المشروع المشروع الموجود بالاتحاد السابق بيكملوه نحنا ما منكمل نحنا ننصف كل المشروع الموجود بالاتحاد السابق ومنشتغل بمشروع آخر ما في اتحاد بيكمل مشروع الاتحاد السابق فهذا الأمر موجود بسوريا موروس بسوريا بكل صراحة حتى على الجانب الفني أي مدرب بيجي لسوريا بيدرب المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبيع أو المنتخب الشباب بيبدأ من الصفر ينسف عمل كل المدربين السابقين وبيبدأ بعمل جديد يعني هذا الأمر موجود فقط بسوريا نحن هيك عايشين بكل صراحة السؤال الثاني اللي عم بيسأله يعني عم يمدحني فيه بني أنا بفهم بالتحليل ومن هالأمور الأخ علي خليل شكرا على هذا المدح وليش ما بتطلع بالقنوات الفضائية هل يا ترى مانك حابب أنه القنوات الفضائية تفرض بعض الآراء على الشي اللي عم تحكي إطلاقا علي أخ علي خليل يعني لا 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 هذا الأمر غير موجود في عدة قنوات حتى قبل أسبوع قناة معروفة عربيا يعني تواصلت معي للحديث لكن وبكل صراحة بحكي لك إياها الأمر لا يتعلق بفرض الآراء أو الرأي اللي بحكيه يعني الأمر يتعلق شو بدي أحكي يعني شو بدي أحكي بالقناة الفضائية مثلا أو بي بي قناة أخرى وببرنامج رياضي آخر الشي اللي بحكيه عم بحكيه باليوتيوب يعني ففهم ما بشوف أنه في أهمية أني أطلع على قناة يعني الإضافة شو هي الإضافة اللي ممكن أقدمها ببرنامج أو أو بي بي آآ لقاء ما عم بلاقي هاي الإضافة بكل صراحة يعني لما بشوف الموضوع عن شو بدنا نحكي عن هذا الموضوع عن موضوع الكرة السورية عن موضوع الكرة العربية عم نحكي كل هذا الشي باليوتيوب فبالتالي أنا بشوف بأن على قناة الدراما سبورت عم بحكي رأيي الشخصي من دون ما أطلع ببرنامج أو أطلع بقناة تلفزيونية مثل ما حكيت يعني قبل أسبوع شخصية علامية معروفة تواصل معي بدنا نطلع ببرنامج معين رفضت هذا الشي وهذا الأمر يعني بيعرفوه معظم الإعلاميين بأني أنا ما بطلع ليش لأن ما عندي الإضافة هلا في ناس ممكن تطلع وتقدم الإضافة المميزة جدا وتكون الإضافة غنية جدا أما أنا إذا طلعت فبكل صراحة ما رح أحكي أي شي جديد الشي اللي عم بحكي موجود حاليا بقناة دراما سبورت هو الشي الموجود بكل صراحة فما بدي أحكي شي جديد بقناة تلفزيونية أو براديو أو بأي وسيلة التواصل آخر فبالتالي هذا الأمر الوحيد اللي ما بيخليني أطلع على قنوات فضائية وإلا في قنوات فضائية البرامج الموجودة أحيانا بسوريا لكن بشكل عام ما بطلع على هذا السبب فقط لا غير على قناة دراما سبورت أهلية بمحلية ومنعرف بعضنا بشكل مميز جدا ومنلاقي التعليقات ومنرد على التعليقات ومنتناقش مع بعض فالأمور هون أسهل بكتير على القنوات الفضائية هذا كل ما في الأمر أتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة خير وسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر